ابدأ بالبطولة العربية لانه سبحان الله يعني بعد ايام من حالة ضجة كبيرة جدا في مباراة لو اخترت لها عنوان مش هتختلها اكتر من مباراة تحصيل حاصل الكلام على ايه؟ كلام على مطش الاهلي وبيرامدز ومش هرجع بحضراتكم للاحداث انتوا عارفين ايه اللي حصل بعد المباراة وازاي تطورت الاحداث وازاي كان فيه قرارات من نادي الاهلي وازاي كان فيه قرارات وعقوبات يعني كل الفيلم اللي حضراتكم تابعتوه لكن اللي لفت نظري الحقيقة انه بعدها بايام او قول بعدها بساعات بعدها بساعات وانا بتابع البطولة العربية من باب الفضول يعني من باب الفضول ان انا شوف مستوى الكرة العربية بشكل عام واصل فين ومستوى الاندية السعودية المشاركة في البطولة بعد المركات والعنيف اللي بتقوم بي برح او مش من برح كنت بكلمكم على فكرة او على خبر انتقال ساديو ماني من باير ميونيخ لنادي النصر وانبارا حكيت لحضراتكم انه الصفقة بالفعل تمت والنهاردة تم الاعلان انه ساديو ماني تجاوز الاختبار الطبي او الكشف الطبي وبالفعل بقى لاعب في صفوف النصر ومن الوارد ان يشارك مع النصر في البطولة العربية ومباراة النصر اللي جاية مع نادي الزمالك اللي انا في حلقة امبارا حتى قلت بتمنى له التوفيق وده طبيعي جدا اي نادي مصري بيلعب في بطولة بيمثل فيها مصر ولا يشارك فيها النادي الاهلي فهي يمثل كل المصريين ويمثل الكرة المصري فمن الطبيعي ان انا اتمنى لهم التوفيق حتى لو في حد زعل مني ان انا بقول الكلام ده لكن انا اتربيت على ده وده العرف والاصول بالنسبة لي انه اي نادي مصري بيلعب في بطولة خارجية لا يمثل نفسه يمثل الكرة المصرية يرفع على مصر قبل ما يرفع شعارنا دي وبالتالي مفترض ان يلقى الدعم والمساند لكن على همش البطولة العربية بقى وبعيدا عن الكرة اخد بالك فيه فرق كبير جدا 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 وممكن اقول من هنا لبكرة الصبح جدا وحط تحتها مليون خط احمر بين مباراة في الدوري المصري صحيح فيها فريق عنده جماهير كاسحة عنده جماهير بالملايين بتتفرج عليه وبيهمها تابع مبارياته اللي مش مهمة قبل المباريات المهمة هي جماهير النادي الاهلي وبين نادي بيرامد اللي تقريبا 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 بلغة الكرة يعني ما عندوش جمهور فيش جمهور بيقعد يتابع مطشط بيرامدز اللهم الجماهير التي لا تنتمي ولا تشجع بيرامدز ولكن تتمنى انه الاهلي يتعطر دي اللي ممكن تكون جماهير اللي بتفرج او اللي بتقازر او اللي بتدعم فريق زي بيرامدز مثلا في مباراة في بطولة انتهت كلينيكيا من قبل ما تخلص بخمس ستة اسابيع انا بكلمك بس على حجم المتابعة والاهتمام اللي يكون على مباراة من النوع ده عشان تعرف تقارن على مباراة في بطولة عربية بطولة مستحدثة بطولة لها جوائز كبيرة جدا بطولة بتتباحها تقريبا تقريبا معظم جماهير الكرة في الدول العربية سواء في الشمال الافريقي او في الخليج العربي شايف فرق الاهمية وشايف حجم المتابعة بين المباراتين عامل ازاي وخصوصا هنا ان احنا بنتكلم مش على بطولة محلية احنا بنتكلم على بطولة اقليمية يعني بطولة بتتباحها كل جماهير الكرة في الوطن العربي على الاقل الجماهير اللي ليها اندية بتشارك في البطولة دي فبالتالي حجم المتابعة كبير جدا ولما نشوف الاحداث اللي حصلت انبارح في مباراة برا سيبك انا ما بتكلمش كرة خالص ما بتكلمش كرة خالص وتشوف الاحداث اللي حصلت في مباراة الشباب والزمالك واللي تتخطى في جسامتها ما حدث في مباراة الاهلي وبيراميدز وتجد انه اغلب ردود الافعال هي حالة الصمت الرهيب حالة الصمت الشديد يبقى لازم تحط مليون علامة السفهاء يبقى لازم تعرف انه للأسف الشديد للأسف الشديد معظم الاعلام الرياضي سواء كان برامج مرئية على شهات التليفزيونات والقنوات والمحطات الفضائية او حتى اللي بيتكلموا على السوشال ميديا عندهم مبدأ الكيل بميكلين يبقى تعرف انه القصة هي قصة الاهلي مش قصة المبادئ ومش قصة القيم ومش قصة الموضوعية والمهنية والمنطق في طرح الامور الشيء ده مؤلم بالذات للي بيشتغلوا في مجال الاعلام فما بالك للجمهور وازاي بيستقبلوا جمهور النادي الاهل كان ممكن جدا 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 في بداية حلقة النهاردة انزل لنفس المستوى واسيبك من المعايير الاخلاقية واسيبك من المسئولية الوطنية لانه من السهل جدا جدا ان انا استغل وقعة زي كده واعمل فتنة وشعلل وكبر في الموضوع واقول وتكلم على صورة مصر واقول وتكلم على العلاقات المصرية العربية او علاقات مصر بالدول العربية وازاي انه لعيبة كرة يعني مصريين برا هم السفراء بيمثلوا بلادهم ولكن واعمل مقدمة طويلة عريضة مدتها نصف ساعة بتكلم في الاحداث لكن انا انا حبيت بس اوضح لحولك الفرق وان احنا مش ممكن ابدا ننزل للمستوى ده